السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم دائما على قناة تين وزيتون تمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله غادي ندير الفقاس البلدي باللوز النافع كي يجي رائع مرمل وبنين خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير فغادي نحتاجوا زلافة ديال البيض ستاديال فيها كاتهز قريبا ستاديال البيضات زلافة ديال السكار وزلافة ديال الزيت كذلك كاس ديال الجنجلان اللي كيكون مغسول ومنقي تولوت كاس ديال النافع من الاحسن يكون النافع البلدي الى كان متوفر ثلاثة الاكياس ديال فانيلا الزهر جوج خميرات الملحة واللوز مهرمش اللوز يكون مهرمش يعني كبير شوية والدقيق من طبيعة الحال للخليط فهنا ابدأوا بسم الله على بركة الله البيض مع سكار سانيدا مع الافاني والملحة وغادي نضربهم مزيان يائما بالطرر بالكهربائي يائما في العجانة بحال اللي غادي نستعمل هنا يا الى لاحظة يعني استعملت واحدة الكمية مهمة ديال الملحة في الفقاس الفقاس راك كي بغي الملحة فغادي نضربهم مزيان حتى كي يطلع هاكا بيض كي بياض لنا البيض مع السكار ضروري هاد المرحلة ومرحلة مهمة غادي نزيد زلافة ديال الزيت ونكمل في التضريب حتى يجنس لي الخليط مزيان في هاد المرحلة غادي نبدل الراس ديال العجانة وبالنسبة اللي بنات اللي غادي يستعملوا الضرب الكهربائي غادي يحيدو وغادي بمتداء من هاد المرحلة غادي نستعملو غير يدينا في العجن غادي ندير اللوز نزيد اللوز هنا تقريبا زلافة الجنجلان هادك الكاس ما طحنتوش يعني كامل غير شوية هرمشتو واحد شوية باش يطلق البنة ديالو النافع كذلك طحنتو ولكن طحنتو شوية زايد باش هاديك الغبرة ديك لابوضة غادي اطلق لنا البنة اكتر في العاجين فغادي نخلط كل شي الجنسولية وندير الخميرة كاس كيسين وغادي ندير الطحين دقيق شوية بشوية هاد الخليط هنا يبز لافة هزليات قريبا كيلو كيلو مية ديال الدقيق الابيض فكيبقى على حسب زلافة اللي غادي استعمليه على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الدقيق كذلك واش كيشربو للا ولكن غير باش نعطيكم فكرة هزليات قريبا كيلو ديال الدقيق هناك هتشوفو القاوام خاصو يجيب حال هاكا يبقى لنا خفيف ماشي قاسح وماشي خفيف بزاف غادي نقسم العاجين ديالي على خمسة ديال الاجزاء باش غاندير منهم ليبودة بالنسبة للقاوام ديال العاجين راح تهو مهم بمعنى إلا جريتي بزاف العاجينة إلا كانت جارية الفقاس ديالك ما غاديش يجي مقوس ما غاديش في هذيك القنطرة لأن العاجينة غادي لعليك في الطاوة ثم هناك كما كاتشوفو بحال اللي كورتون بحال اللي بقاو ولقصحتوه بزاف غادي يتهرس لكم بزاف تقطع العاجينة غاستكون بين وبين ما تجيش قاسحة بزاف وما تجيش عود خفيفة أهم حاجة أنه يعني ملي تدي البودان ديالك ما تطلقش ليك ما تديعلكش ثم كما شفتو هنا يا أنا يا قديتهم في اللول بحال ما قديتهم ش كاملين قديتهم بخمسين في المياه غير باش كان نتأكد من القوام كون دلعولية مثلا واحد شوية ديك ساعات غادي نزيد فيهم الدقيق أنا عارف بلي العاجينة ديالي بقي خاصها الدقيق غادي نقدم هنا كما كاتشوفو من اللي كنديرو الأجزاء كتكون كلها بنفس الوزن كيجينا الفقاس كله مقعد وكيجي البودان عندو نفس الحجم هنا يا غادي ندهنهم غينتأكد أنا نقدهم زيان وغادي ندهنهم بواحد البيضة مع شوية ديال نيس كافي ما تكتروش نيس كافي لإن نيس كافي غادي كحلو ليكم بزاف كنديرو غي شوية فرس المعلقة مع معلقة ديال الزيت وقطيرة ديال الملحة غادي ندهنهم كاملين وغادي نزيينهم برقائق اللوز والجنجلان نصيحة اللي نعطيكم هنا يفهم اللي تكونوا كدهنوا إلا كنتو غادي زيانهم بشي حاجة من الفوق غادي نديروها مباشرة بعد الدهن إلا مشيتو حتى دهنتو ليبودان كاملين أعدو بديتو كد زيانهم ما غايتلصق لكمش مزيان لإنهم غيكونوا بداو كينشفو فغا نستمر بها الطريقة حتى غادي نزيين لبودان ديالي كاملين وغادي ندخلو يطيب في الفران بالنسبة للطياب مسألة مهمة الفقاس خاصو ياخد الوقت دياله في الطياب طياب اللولاني ديال الفقاس هو إيه نص طيبة ولكن خاصو يطيب لنا مزيان من الدخل غادي نديرو ليه نار مهيلة مهيلة بزاف ونخليوه يطيب من بين نص ساعة للأقل نص ساعة حتى لساعة المقانة نار مهيلة ولا حسب الفران طبيعة الحال خاصو ينشف تماما والدخل ما يبقى ليناش خضر خاصو يطيب كله اللي تلمسي البودان ديالك تلقيه ناشف تلقيه طيب تقدي تستعني بواحد عود الأسنان وتقيه باش تشوفي واش الدخل ديالو طيب ولمازال خاصو الطياب فهذا المسألة جدا مهمة خاص البودان ديالك يطيب تماما ويتنفخ ولكن يبقى ناشف يكون ناشف من برا باش غا تعرفيه بأنه طاب من الدخل مزيان كما قلت لكم نار مهيلة ارا يقدر ياخد معاكم حتى لساعد المجانة ديالطياب خليوليه نار مهيلة وخليوه يطيب على خاطر كي الناس اللي كيبيته حتى اللي غدليه عدو كيقطعوه اولا كاي اللي مثلا كيقطعوه بشي ميكا ولا منديل وكيخليه حتى كيبرت تماما عدو كيقطعوه انا كنقطعوه تقريبا مباشرة يعني كنخليه غير يستحمل واحد شوية ومدا نقطع فيه هذا الشكل ديالو بعد ما كيخرج من الفران كما كتشوفو راه طايب مزيان كنخليه انا غير يستحمل واحد شوية يعني نقدر اناني نحركوه وكان بدا ديك الساعات نطيبوه نقطعوه بش نعود نطيبوه طيبة تانية فهنا كيما كتشوفو القطع ديال الفقاس طايبين بمعنى ما بقيش لي مع الجن من الدخل الى بقالك مع الجن من الدخل ما غا تجيكش هديك القنطرة تجيك مقدم زيان فخليه ياخد وقته في الطياب هدي مسألة ضرورية كنعود نأكد عليها نقصوه العافية على الحد وخليه ياخد وقته في الطياب غادي نقطعوه كيما كتشوفو انا هنا يستعملت كيتر ولا ترنشوار غادي نقطع به هو الصراحة حسن ملموس كي قطع مزيان وما كيكونوش عندك الكوسور عندما كيما كتشوفو من الدخل كيجي بهد الشكل وغادي نكمل الكمية ديالي كلها نقطعها وندخلو الفران كيجي هدو الشكل ديالو كيجي فعلا رائع بنينا البنت ما تتصوروش اللي دقتو عندي كتحبق عليه اللوزانية كنهرمشو من الاحسن يجي مهرمش ما كيعيجبنيش مكيجي هكا كوافي فان شاء الله نتمنى تكونوا استفتوا من هاد الفيديو تحاولوا تجربوه يعني يستحق التجربة الى اعجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الاهل والاصدقاء بالنسبة لطياب الثاني ديال الفقاس هنديرو ليه نار متوسطة وكنخليوه الثاني ياخد وقتو في التحمار ما تجهدولوش العافية لانه غادي يتخطف ليكم وما غادي يكمش هاد هاد الحمار اللي بحالكة كيجي مذهب كيجي مرمل من الدخل كيجي رائع انا عندي الفقاس من احسن الحلويات كيجي الشكل دياله بحالكة غا نحلل معكم واحدة باش تشوفوه من الدخل كيفاش كيجي وكيبقى الفقاس يعني من الحلويات اللي في متناول جميع ما كيتطلبش يقام كتيرا بالنسبة اللوز اللي ما بغتش تدير اللوز راه ماشي ضروري قدري تديري نفس الوصفة بلا اللوز وحتى هوكي جيزوين غيب الجنجلان والنافع شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا جزيلا على المتابعة اي لكن اي استفسار اي تعليق مرحبا بتعاليق ديالكم في اي وقت هناك انوصل معكم الاخر الفيديو اعوش لكم بروكة والى فرصة مقبلة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة